بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا الأعزاء المثال الثالث نروح على الاختبار اللي راح نختبره هل نختبر exact لو نختبر homogenius ها تباو على السؤال هذا بيتربيع و وبي حدود بدون تربيع إذن انتهى الhomogenius في جهة السطالة بيقول زين أنت ليش ما قابل للفصل يعني حالية قابلة للفصل ما ممكن لأن حدود بها x و y مضروب dx وحدود x y مضروب طبعا هنا هذا هو ال-n ليش لأن أي شي مضروب بمن يعني هاي الحقيقة لا تغفلها انه اللي ويا dy هو n واللي ويا dx هو شنو هو هذا ال-dx ويا هو شنسمي نسمي m هذا هو ال-m زين حتى نختبر test for exact شنقول partial m إلى partial y هاي الدالة اشتقها ل-y يعني ال-x اش راح نعمله ثابت يعني السيكة اكس ثابت مشتقة ال-y اش قد واحد زائد هذا الحد هو فقط في اكس يعني المشتقة مالت نسبة ل-y اش قد صفر فاش صار صار سيكة تربيع اكس هذا منه partial m إلى partial y زين شوف لي partial n إلى partial x مشتقة مشتقة التان وهو متغير ل-x صار سيكة تربيع اكس زائد مشتقة التان y بالنسبة ل-x صفر لأن ثابت ال-y فاش صار صار سيكة تربيع اكس اذا هسا الدالة هي شنو اذا الدالة exact عرفت الدالة exact كم شرط احلها الاول هو ال-m partial f إلى partial x والشرط الثاني الآن هي partial f إلى partial y نبدأ بها شرط الشرط الاول اذا ال-m تساوي لي partial f إلى partial x يعني ال-f شو تساوي لي تكامل ال-m d-x اذا ال-f تساوي لي تكامل y سيكة تربيع اكس زائد سيكة اكس تان اكس ها كل اللي شنو d-x يعني راح عامل ال-y شنو عبارة عن ثابت ال-y اعوفة واحدة تكامل سيكة تربيع هو تان اكس ليش لأن مشتقة تان هي سيكة تربيع اكس وهي متوفرة تكامل سيكة اكس تان اكس هي سيكة اكس ليش لأن مشتقة سيكة اكس هي سيكة اكس تان اكس زائد شنخلي ما تنسى هذا الشرط خلي بعد شنخلي سي هذا كان الشرط الأول الشرط الثاني الآن هو بارشل اف إلى بارشل واي راح اشتق هاي الدالة لمن للواي وين الان الان هو عبارة عن تان اكس زائد تان واي ها والاف تبه عليه اللي راح اشتق ها لواي وين هاي اشتق ها المن لواي يعني تعامل الأكس معاملة ثابت فتان اكس ينزل مشتقة الواي اشتق هي واحد زائد سي كأكس اشتق ها لواي اشتق صفر زائد جي اوف واي اشتق ها لواي شيصير جي داش اوف واي ومشتقة السي هي صفر منو راح ينحذف راح يصير تان اكس ويه تان اكس الآن جي داش اوف واي تساوي لتان واي وتساوي لساين اكس على شنو على كوساين اكس الجي اوف واي هي مو تكامل الجي داش اوف واي دي واي وتساوي لتكامل الساين اكس على كوساين اكس هاي المحاضرة راح عرفتكم عليها انه اش راح تصير اذا كان البسط هو مشتقة المقام فهو لن القيمة المطلقة كوساين اكس وين اودي ها اودي ها هنانا فش صير المعادلة بالاخير الصير الاف تساوي لي واي تان اكس زائد سيكنت اكس زائد لين كوساين اكس زائد كونستان شكرا لكم